موسيقى 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 كي عمني غير الأستاذيالي سراج محمد كان تريني وعادي في ليصال كان خلصوه ليصال باش أننا نتحسنو باش نتقدم على الناس اللي في العالم وخا هاد شي ما ينكش ولكن هاد شي كان قدروا عليه كان تريني وغير بوحدتنا والحمد لله ربي ما تخيبناش وخا هاد قالت الإمكانيات كان نوصلوا النتائج اللي للناس كتوصل لهم بإمكانيات كبيرة الحمد لله بديت في سنة 2003 في جمعية ستالة مخريبة والبداية ديالي كانت موفقة حصلت على ذهبية في بطولة الفتيان خلال شهر ونصف ديال التدريب ديالي من بعد الحمد لله كنت ديما كان ندير نتائج مزيانة في المغرب ومن خلال هاد نتائج تختارت نكون في الفارق الوطني من بعد كانت أول بطولة ليان في 2005 حصلت على فدية في بطولة المغرب العربي من بعد في 2007 كانت في تونس من بعد حصلت على نحاسية في الألعاب العربية كانت في مصر هادو كانوا أول مشاركة مشاركة لي من بعد المشاركة الدولية اللي كانت عندي في 2009 كانت دوري دولي في إسبانيا حصلت على ذهبية من بعد شاركت في أول بطولة ليان في بطولة إفريقيا حصلت على ذهبية وأحسن لعبة وبزاف ديال الإنجازات من بعد شاركت في بطولة العالم حصلت على نحاسية في بطولة العالم ودهبية في كأس البحر الأبيض المتوسطة ودهبية في كأس العالم فرانكوفون ونحاسية في Open International في Las Vegas ودهبية في الألعاب العربية والعديد من الإنجازات المشرفة وشاركت من بعد من بعد لعبة الإقصائيات في 2012 في ديال الإقصائيات المؤهلة للألعاب الأولمبية حصلت على ذهبية من بعد شاركت في الألعاب الأولمبية في 2012 في لندن لكن لسؤال حد كانت تقبل كانوا واقعين شي مشاكل لهم خلونيش أنني ندير نتيجة من بعد توقفات الجامعة لمدة سنتين يعني ما بقيناش كنديروا أي ناشا ترغم أن التاكواندو تبدل ولا خاص الإنسان يشارك بزافة البطولات حيث تولى بحلت لشكل تنس خاص لواحد يشارك باش يحصل على النقاط وهذا يبقى يلعب بالكلاسمو ولكن نحن الجامعة تصددت في ذلك الوقات هذه العامية الناس فاتوا هنا بزيف أنا كنت تانية عالميا من بعد الحاليين والليت 37 أو 34 في تصنيف العالمي من بعد الجامعة مني رجعت في 2015 كانت أول مشاركة ديالي في الإمارات في دوري دولي حصلت على رتبة تانية من بعد شاركت في مصر وفي قطر ما كنتش قادرة ندير نتيجة في مصر حيث كان عندي ديشير ولمسكولاغ من بعد لعبت في قطر وخام بليسيا وهذا ما قادرش ما قادر للعب لأولو لكن الحمد للغرب ذكي نفسه ذكي الإرادة ديالي قوية قدرت نحصل على الدوزيان ما قدرتش لعب الفينال حصلت على رتبة تانية من بعد ما شاركش في بطوط العالم لأنه كانت عندي ذكي الإصابة فقيت كان عالجها الجامعة ما عقلت عليها في حتى شي حاجة الواليد ديالي هو لي كانت يتكلف بجابي عن المصارف ديالي هو ما ما قالوش يا حتى كي بقيت ما عطوش يا حتى في تيرفون قالو لي قالو كي بقيت كانت مصارف كثيرة الحمد لله تشافيت من ذكي الإصابة وشاركت في دوري دولي كانت أول مشاركة في أغادير كانت أول مشاركة بعد الإصابة من بعد كانت الإقصائيات الأولمبية ذاك الفترة الحمد لله قدرت نستاعد مية في المية وكنت حسب رسي أننا نقدر نعطي الأحسن البلادي أحسن من قبل ولكن ما عرفتش الأسباب غير معروفة الإدارة التقنية دارت الاختيار ديالها ما عرفتش أشن السبب من بعد تفاجأت بالرفد ديالي ما عرفتش أشن السبب اللي خلال الناخب الوطني يتم الإقصائي ديالي من الأقصائيات الألعاب الأولمبية بريا دي جانيرو بالبرازل الحمد لله جوني عرض وحدة أخرين وأخي أنني تعذبت بزيف واتصدمت بالقرار اللي تأخذوا الناخب الوطني من بعد الحمد لله تفتحوا لي فوراس أنني نشارك في جامعة التظاهر الدولية من بعد كان نمشي للجامعة كل مرة باش يقدروا لي غير الفيزا وكي عكسوا لي أنا ما عرفتش لانش الصالح مون صالحي إلا درت نتيجة غادي نشرف بلادي وغارف عراية المغرب يعني الصالح نبجوج ولكن ما عرفتش شنو السبب اللي خلاهم تي عكسوا لي لارجة أنا دوك الناس اللي كل المرة كيبقوا يهدروا معي من شهر جوج حتى الشهر اللي فات يعني ما بقواش تيقدروا يهدروا معي حتى كل مرة يبقوا ويقولوا لي يا قد دي لنا الفيزا ونتكلفوا كل شي ولكن عكسوا لي الجامعة في أي حاجة رغم هاد الإنجازات هادو اللي كان حققهم ما كان حتى شي تيجي تشجيع ولا دعم ولا حتى حاجة من الجامعة الرياضية دائما كيوعدونا وعد كاذبة للوزارة للجامعة ومعمرنا معمرني خديتشي درهم من هاد الإنجازات كاملة اللي حصلت عليه معمرني خديتشي حاجة للدرجة تحتى مني كنلعب معاهم وتنتعطب ما كيتكلفوش بي يعني لمادية لمعناويا العائلة ديالية اللي كتشري الدواء كتتكلف بأي حاجة باش نوصل لحلم ديالي ونرفع راية المغرب النصيحة اللي كان صح جميع يعني الناس اللي بغين يديروا هاد الرياضة يعني بلاش ما يديروها لانه غادي تعذبوا بزاف غادي قاسي وكيف ما هتعدبت آنايا كنقول بلاش لانه غادي خسروا من جيبهم غادي تبليسة وغادي تعذبوا غايبعدوا على عائلتهم في الأخر غادي غاير غاير مرضوا نفسيا وغاير مرضوا في حياتهم وكنتمنى من الله صاحب الجلالة انه يلتافت لهذا الرياضة وياخد حق لكل مظلوم وكل رياضة يتعدى في حياته طموح ديالي هو نرفع راية بلادي في جمال محافل الدولية والحمد لله هاد الشي قدرت انحقه أنا الحلم ديالي اللي بقى عندي هو نرفع راية بلادي في الألعب الأولى